بدورها حذرت الحكومة الأوكرانية من خطر ألغام عائمة طفت على السطح بسبب الفيضانات وكذلك من انتشار الأمراض والمواد الكيميائية الخطرة كما حذرت وزارة الصحة الأوكرانية من صيد واستلاك الأسماك في المنطقة نظرا لانتشار أو بيئة الأسماك ما يهدد السكان بالتسمم كما أوضحت أن الفيضانات ستسبب في حرمان مئات الألاف من مياه الشرب ولمزيدنا من النقاش نرحب بضيفنا من موسكو السيد أندريه أونتيكوفا الكاتب السياسي في صحيفة إزفيسيا الروسية أهلا بك سيد أندريه سيد أندريه بعد هذا الاستدافة لسد نوفا كخوفكا ما المآل التي ستقول إليه الأمور في المناطق المغمورة بالمياه طبعا الأوضاء الخطيرة جدا بسبب أن كما تفضلتم في تقريركم الأمر لا يقتصر بالفايدانات فقط بل كذلك هذه الفايدانات قد تسبب في انتشار الأمراض بسبب أن المياه ستغطي المقابر البشرية وكذلك مقابر الحيوانات في تلك المناطق فهذا ما يمكن أن يؤدي إلى انتشار أمراض مختلفة تماما إضافة إلى ما كما نعلم وفق المعلومات الإحصائية أن ألاف من الأشخاص كانوا مضطرين لمغادرة بيوتهم فلذلك ربما يمكن أن نتحدث عن الأزمة الإنسانية في تلك المنطقة نعم يتم سحب نقل هؤلاء المغاطنين إلى أماكن الآمنة ولكن في نهاية المطاف نحتاج لتقديم المساعدات الإنسانية وتقديم بيوت الجديدة لهذه هؤلاء المغاطنين فلذلك من المبكر أن نتحدث حتى عن حجم التدعيات السلبية بسبب أن إضافة لما قلته قد تكون هناك تدعيات السلبية والغرب سيدا ندريح وجهت له أوكرانيا نداء استغاثة وسيدعمها الغرب لمواجهة هذه التدعيات التي ترى من المبكر أن نتحدث عنها لكن كيف ستتعامل روسيا مع التدعيات المتوقعة خصوصا إذا تفاقمت الأمور أنا يمكن أن نقول بأن إذا تحدثنا عن المشاكل الإنسانية فحجم تلك المشاكل ليس كبيرا بالنسبة للاقتصاد الروسي بسبب أن في السابق روسيا قد استضافت ألاف أو حتى عشرات الألاف من اللاجئين من أوكرانيا وكذلك من المناطق التي انضمت إلى صفوف الأراضي الروسية مؤخرا فلذلك روسيا ستصاعد هؤلاء الأشخاص ولكن هذا ليس ضغطا كبيرا على الاقتصاد الروسي مقارنة مع الدغوطات التي استضمت به روسيا في السابق نتيجة المشاكل الإنسانية دعنا سيد أندريا نعود إلى مسألة سابقة وهي مسألة تدمير سد كخوفكا والفائدة التي ترمى إلى الجانبين الجميع يتفق على أن أوكرانيا وروسيا هما مستفدتان عسكريا من تدمير سد كخوفكا لكن روسيا متهمة بالاستفادة أكثر كون أن هذا الاستداف سيفشل خطط أوكرانيا بالهجوم المضاد الذي أعلن أنه بدى حسب مصادر الصحفية فما هو رد موسكو على هذه الاتهامات؟ أنا بصرح لا أعتفق بأن الاستفادة الروسية أكبر مما هي لدى أوكرانيا بسبب أن في نهاية المطاف أوكرانيا يمكن أن تشون الهجمات فوقها في مناطق الشمالية قبل ما كان لانفجار هذا الصدق أيضا أنا ذكرت مسألة ازدياد المخاطر في محاطة زباروجيا النووية فمن المعروفة أن توجد هناك القوات الروسية وإضافة إلى ذلك سيؤدي هذا الانفجار لصد في نهاية كخوفكا إلى نقص المياه في شبه جزير القرم وأيضا هذه المسألة معروفة لذلك نسبة للخسار الروسية هي أكبر بكثير مقارنة مع الجانب الأوكراني الجانب الأوكراني كذلك يمكن أن يستغل ما حصل مع هذا الصدق مع توجيه هذا الصدق لتوجيه الاتهامات الجديدة ضد روسيا لأجل حصول ليستعمل هذه الاتهامات كمبررا لحصول على مزيد من الأسلحة قبل كل شيء منظومات الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبتبع الحال أيضا الطائرات F-16 بينما روسيا يمكن فقط يجب أن تستعيد لهجوم المضاد وليس أكثر شكرا لك سيد أندري أونتيكوفا الكاتب السياسي في صحيفة إزفيستيا الروسية كنت معنا من موسكو ترجمة نانسي قنقر